اشتركوا في القناة بمكمن الغاز الطبيعي الوقع تحت مكمن لعنيزة تمهيدا لمزيد من عمليات التقييم والدراسة بما يصب في تعزيز ودعم قطاع النفط والغاز في المملكة تمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز ورفع قيمة الموارد الطبيعية للبلاد حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ويعد اكتشاف مكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف غير التقليدية الواقعين تحت مكمني الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين محطة مهمة في سجل الاكتشافات النفطية للمملكة حيث يأتي هذا الاعلان بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن الجوبة واستكمال بئرين في مكمن الجوف والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الانتاج وتأتي هذه الاكتشافات المهمة منسجمة مع طموح ورؤية مملكة البحرين وجهودها في تطوير قطاعي النفط والغاز والتي أثمرت عن هذه الاكتشافات المهمة بما يعزز ويخدم الاقتصاد الوطني والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ويعود بالخير والنفع على الوطني والمواطن واليوم تتواصل بشائر هذه الاكتشافات بالإعلان عن نتائج مبشرة بمكمن الغاز الطبيعي الواقع تحت مكمن العنيزة والتي تمهد الطريق لمزيد من عمليات التقييم والدراسة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وسيتم حفر أبار تقييمية إضافية خلال العام الجهري والعام المقبل لدعم برنامج التطوير والاستخراج المحتمل ابتداء من أواخر عام 2024 بما يصب في تعزيز ودعم قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين ويعزز تحقيق أهداف المملكة التنموية ورفض الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر